انتلقت بالقاهرة الدورة التاسعة والاربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن سيادته وزير القوى العاملة أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي ودعم لكل قضايا الأمة العربية من أجل الاستقرار والتنمية لافتا إلى أن التحديات الرهنة تستدعي من الأمة العربية أطاء العمل العربي المشترك أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي كما أوضح الوزير في كلمة مصر تطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تعزز من مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل السلاسة وتواكب تحديات سوق العمل العربي والدولي مصر اليوم وهي تبني جمهورياتها الجديدة اليوم طامحة وراغبة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي والحوار الاجتماعي والاستفادة من صرواطنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية المشتركة التي تتطلع إليها جميعا في إطار منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعي من أمتنا العربية أعطاء العمل العربي المشترك أولوية لتكون نموزجا مشرفا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار في بناء المستقبل والحفاظ على تراسها العريق كما تستدعي الإسراء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار